اهلا بحضراتكم عدنا في الحياة اليوم بعد الفاصل ضيفي في هذه الفقرة في الحوار الرئيسي النهاردة في الحياة اليوم كما نوحت لحضراتكم قبل الفاصل الاعلاني هو فضيلة الأستاذ الدكتور عباس شمان وكيل الأزهر الشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا فضيل الدكتور وعليكم السلامة الله وبركاته اهلا وسهلا ازاي فضلتك من المخطو عزيزة وابنورنا في الحياة اليوم بارك الله وفيك الله خليك سهلا طبعا خلينا نبدأ بتقديم واجب العزاء الواجب لأسر الشهداء والضحاء الذين سقطوا في العبادة الإرهابية سواء اللي حصلت فجر اليوم في العريش أو حدثت منذ قليل في شرع اللبيني في الهرم وعايز أسمع من فضلتك ودي بعض المشاهد اللي احنا نبثها لحضراتكم دي مشاهد جايلنا من موقع اليوم السابع أول مشاهد مصورة للانفجار اللي وقع في إحدى الشقق السكانية اللي كانت موجودة في أحد الشوارع المتفرعة من شرع اللبيني في منطقة الهرم وكان عبارة عن ورشة لتصنيع المواد المتفجرة وقوات الأمن عندما دهمت المكان وحاولت تفكيك إحدى العبوات اللي كانت جاهزة للتفجير للأسف العبوة انفجرت وقدت حتى الآن وفقا للمصادر والإسعاف الجيزة إن في حوالي 6 قتلى أو 6 شهداء بالإضافة إلى أكتر من 23 أو 25 مصاب والأرقام بدقة سنوى فيكم بها فضلت الشيخ الدكتور أولا تعليق فضلتك على هذه الأحداث رقم 2 ردك على بعض الذين يكتبون ويرددون أن الأزهر هو السبب ومناهج الأزهر وفكر الأزهر هو السبب في بعض الأفكار المنحرفة التي تجعل هؤلاء يقدمون على هذه الأفعال يعني طبعا نحن كنا نود أن نبدأ بالتهنئة بعيد الشرطة وتهنيات المصريين بالاحتفال بالثورة وكنا نتمنى أن تكون هذه الأيام هي أيام يعني نشر الخير ويعادة الوآم والسلام ولكن هناك من المخربين المفسدين في الأرض ما لا يريدون لهذا الوطن سلاما ولا أمنا ولا استقرارا ولكن في النهاية سيعم الأمن والسلام إن شاء الله أتقدم باسمي ونيابة عن شيخ الأزهر وقيادات الأزهر وجميع المنتسبين للأزهر والمصريين حقيقة وكل حر يعني بالإشادة أولا بالداخلية وقوات الأمن لياقزتها وتحركها السريع لإطفاء أو قطع الطريق على من يخططونها للنيل من المصريين في الأيام المقبلة وكما ذكرت حضرتك قبل قليل أنهم يتصدون بأنفسهم ويستشهدون نيابة عننا وعن أبنائنا فلهم كل التقدير ونسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء ونسأله سبحانه وتعالى أن يقطع أيدي الآسمين وأن يخلصنا من شرورهم ولعله قد آن الأوان لأن يفيق الجميع ويعلم أن هؤلاء سلة مجرمة يعني تسعى لهدم مقدرات الوطن ولن يفلحه إن شاء الله إن شاء الله الأزهر وفكره ومناهجه والاتهمات التي تلصق بالأزهر بأنه السبب في هذه الأفكار المتطرفة يعني لعل خير إجابة يمكن أن نبدأ بها هو ما كتبه كاتب ليس مصريا حتى لا يقال أنه ينتمي للأزهر أو أنه يستفيد من الأزهر كاتب مغربي اسمه عبد القادر الإدريسي كاتب مشهور كبير وهو رئيس تحرير لمجلة تسمى الإسلام اليوم تصدر بسلاس لغات واسعة الانتشار كتب مقالة رائعة يتحدث فيها عن من يهاجمون للأزهر وهو ليس من الأزهر ويعقد مقارنة بينهم وبين داعش ويطابق بينهم وبين داعش ويقول إن هدفهم يتفق تماما مع أهداف جماعة داعش المجرمة فكلاهما يريد هدم الأزهر صوت الحق والمسموع والواضح والذي لا يحيد عن طريقه وأنه لا خوف على الإسلام طالما بقي الأزهر ولذلك هم يريدون القضاء على الأزهر وهذا لن يتحقق له أعتقد حين تصدر هذه الكلمات من شخص لا ينتمي للأزهر ولن نتحدث عن الكثيرين من الأحرار الذين أيضا لا ينتمون إلى الأزهر وإنما يدافعون عن الأزهر بأقلامهم وبأصواتهم نقول إن على هؤلاء يعني أن يتوقفوا عن تضليل الناس ما يفعلون هو تضليل للناس وزيادة لتمكين هؤلاء المفسدين من الإفساد في الأرض عليهم أن يتوجهوا بأقلامهم وبأصواتهم إلى كشف زيف هؤلاء وإلى الوقوف مع الأزهر لا ندري لماذا يعني الأزهر لا ينافس أحدا ولا يسعى لأن يأخذ مكانة أحد هو يسير في طريق لا تتعرض مع أحد ويمكن أن يعمل مع الجميع ومن فتح على الجميع والأخطار تتهددنا من الداخل ومن الخارج والأزهر هو من ينبه إلى هذه الأخطار هو المخاطر ويعمل على ضرقها بالتعاون مع كافة الأجهزة والمؤسسات فلماذا يعني نتعارك فيما بيننا فلنعمل معا مين يا فضلت الدكتور مين من مصلحته يهدم الأزهر كل من لا يريد الاستقرار لهذا البلد يهاجم الأزهر كل من يسعى لمكاسب سريعة على حساب أي شيء يهاجم الأزهر هل تعتقد أن الهجمة الموجودة ضد الأزهر هجمة منظمة قطعا هي هجمة منظمة بدليل أنها تقوم وتقعد معا يعني إذا لاحظت هجوما على الأزهر تجده يعني من دون سبب ومن دون واقعة معينة يعني ينطلق الهجوم على الأزهر لا تجده في الصحف عبر شاشات التلفاز عبر المواقع الإلكترونية ثم يهدأ أحيانا من الجميع معناها أن هناك تنظيم وليس مجرد يعني إبداء ملاحظات على أداء الأزهر الذي يرحب بل يطالب دائما بأن ينتقده الناس ويقول إنه مؤسسة ليست فوق النقد وأنه يسعى إلى أن ينتقده الناس وأن شخصيات الأزهر وفي مقدمتهم شيخ الأزهر يطلب من الناس أن ينتقدوه ولكن نقدا بناءا يصلح إن كان هناك أخطاء وهناك تقصير في كل عمل الكمال لله وحده فمرحبا بمن يرشدنا إلى عيوبنا لنصلحها بشرط أن يكون يقصد الإصلاح وليس الهد هناك فرق كبير هنا فيه لوم أو عتاب موجه للأزهر في عدم قدرته على استيعاب كل الطيرات الدينية الموجودة في مصر يعني الأزهر هو الصرح الكبير وهو الدرع الكبير وهو المنارة الكبيرة لكل فكر إسلامي المفروض وسطي ومحترم وديني لماذا لم ينجح الأزهر على مدار عقود طويلة في أن يستوعب ويحتوي كل هذه الطيرات الدينية اللي بعضها خرجت من رحم الأزهر نفسه يعني نترك خرجت من رحم الأزهر أنا بقولش طيرات إرهابية أنا بقول طيرات دينية الأزهر ليس فيه طيرات الأزهر منهجه معروف منذ نشأ قبل ألف ويعني أربع واربعين عام ميلادي أو ست وسبعين عام هجري الأزهر سابت في مناهجه في طريقته في رؤيته في خطواته في كافة أزمنته ومرحله المشكلة أن هذه الطيرات التي تحدث عنها الأزهر يفتح لها أبوابه بشرط أن لا تطلب من الأزهر أن يتبنى ما تتبنىه يعني مرحبا بمن يشاء أن يتعامل مع الأزهر ولكن كل يتبنى ما يريد أترك الأزهر في طريقه وفي مناهجه وفي خطه الذي رسمه لنفسه وانتهجوا أنتم ما تشاءون بشرط أن يكون غير دار بالناس ما هي القصة هنا فضلت الدكتور يعني انتهجوا أنتم ما تشاءون وكأن الأمر تحول إلى لكم دينكم ولي دين هو قصة أنه نفتح باب الحوار من أجل أن نستوعبهم وأن نصحح أفكارهم إذا جنحت أو إذا انحرفت أو إذا كذا لكن فكرة أن يقول الأزهر أنا هذا منهجي وهذا سلوكي وأنتم لكم مسلككم ولكم منهجهم هو دا اللي عامل هذا التشتت يعني إما أن يكون هذا وإما هذا لن يرضي إلا إذا انتهج الأزهر منهجهم لا نحن نحن عايزين دا طبعا هذا لا يمكن أن يكون أصدر لا نحن عايزين العكس هو اللي يحصل طيب الأزهر يقول تعالوا إلى كلمة سواء تعالوا نتحاور تعالوا نتحاور يعني أنا أريد من أي أصحاب تيار كائنا من كان هذا أو ما كان هذا التيار أن يقول إنه يعني أراد التحاور مع الأزهر فرفض الأزهر أن يتحاور معه وكيف يرفض الأزهر التحاور مع يعني تيارات إسلامية كما تقول والأزهر في حوار دائم ومستمر مع أتباع دين آخر وصحيح وهو ما نباهي به في الأزهر الشريف بيت العائلة الذي أنشاهه شيخ الأزهر والحقيقة إنه مثال استغرابي يا فضلت الدكتور أننا نتحاور الأزهر يعني أنت عارف أنا دايما بكلم على أعتبر أنني أزهري برغب أن أنا مش أزهري لكني شرفتي طبعا لنساب لهذه المؤسسة لكن أنا بعتبر أن الأزهر ملك لكل المصريين وأنا مصري فبالطبيعة وبالنتيجة أنا أزهري يعني هذا مثال استغراب أن الأزهر يقيم حوار ويفتح أبواب التعاون وقنوات الاتصال مع أتباع كل الديانات وهنا الأزهر والكنيسة في علاقة يعني الحمد لله نمسك الخشف يعني الحمد لله علاقة مثالية العالم كله منبهر بيها ومع ذلك يفشل الأزهر في بعض الأحيان في فتح قنوات الاتصال مع التيارات التابعة لنفس الدين وهو ده المظل العجب هو ليس الأزهر من يفشل لكن يفشل من يرفض الحوار ومن يدخل الحوار بنتائج مسبقة يعني الحوار إذا قلنا حوار من يدخل الحوار يدخل من دون مسلمات يدخل ليفتح الباب ليتحاور ثم يستعد لتقبل النتائج في النهاية وإلا كان الحوار للحوار وهذا ما يرفضه الأزهر ولا يجد وقتا ليضيعه فيه نحن نتحاور مع الكنائس المصرية لأننا اتفقنا على أنه يعني لهم أن يعتقدوا ما يشاءون ولنا أن يعتقد ما يشاء وليس مطلوبا من الكنائس أن تنضم إلى الأزهر تسلم ولا تنتظر الكنائس أن ينضم الأزهر إلى الكنائس فلذلك الحوار ينجح كل يتبنى ما يتبنى إذن مشكلة في ولكن نتفق على المشتركات الطرف الآخر الإنسانية ولذلك ينجح الحوار مع الكنائس ولا ينجح مع هؤلاء لأن هؤلاء لا يقبلون هذا نعم طيب اسمحني بس في ثانية أشرك أستاذ المشاهدين في التطورات الإخبارية وزارة الداخلية أصدرت بيان رسمي الآن تقول فيه أنه تم استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة بالإضافة إلى جثة مواطن واستشهاد مواطن والعثور على جثتين مجهولتين حتى الآن الله أعلم في فكرة أن المواطنين ولا ربما يكونوا من أفراد الجماعة الإرهابية أو العناصر الإرهابية اللي كانوا مأجرين هذه الشقة وأنه اتقال أن قوات الأمن في البيان دهمت هذه الشقة اللي موجودة في منطقة المريوطية وكانت شقة معدة لتصنيع وتركيب المواد والعبوات المتفجرة والناس فاستعدانا لاستخدامها في بعض الأعمال الإرهابية خلال الأيام القادمة ويتهم البيان جماعة الإخوان بأنها تقف وراء هذا الحادث طيب يبقى احنا كده معلوماتنا شبه دقيقة أن احنا بعيدا عن تصنيفهم خمسة قتلة بين ستة ثلاثة واثنين واحد آه يبقى ستة صحب ستة قتلة وثلاثة وعشرين مصاب طيب جزء تاني يا فضلت الدكتور متعلق به نقد الأزهر وحركة يعني أنا سعيد بالبداية قلت أن الأزهر اعتبرا من رئيسه إلى أصغر قيادة فيه ليسوا فوق النقد بل يرحبونه بالنقد البناء جزء من هذا النقد هو فكرة المناهج يعني أنتم اعترفتم أن المناهج تحتاج إلى إصلاح وتطوير وعقدتم لجنة لتطوير المناهج على أي أساس يعني هو المناهج الأزهرية بعض الناس بيقولوا وإذا كانت هذا هو منهج الأزهر القائم على أصل الدين الموروث وموجود منذ ألاف السنين يبقى إزاي نغير منهج الدين إزاي نغير الدين وإذا كان قابل للتغيير يبقى كان فيه حاجة غلط في تدريس الأزهر يعني أنت عارف بقى اللي بيقعد يفكر دايما مباين السطور يقولك لو كان صح يبقى حتى لو هجم قد كده لازم نكمله ولو كان غلط يبقى فيه غلط من الأول يبقى نرجع بقى ندور على الأسس والثوابت شوفوا يا سيستان طب الأزهر هو المؤسسة الوحيدة في العالم التي تقوم بالتعليم الحواري تتبنى المنهج الحواري حتى في المقاررات الدينية يعني إذا ذهبت إلى العقيدة مثلا تجد الأزهر الأزهر هو سني وهو أشعري هو يدرس مادة تسمى مقارنة الأديان يدرس الملل والنحل حتى لما لا يسمى بالدين وإنما هي نحل وجدت على مدار التاريخ يدرسها الأزهر في كلية أصول الدين الأزهر أشعري ولدينا العديد من رسائل الدكتوراه والميجستير في كليات أصول الدين وأقسام أصول الدين في كليات أخرى كالدرسات الإسلامية في المعتزلة وفي غيرهم من الفرق الإسلامية هذا في الأزهر الشريف وفي جامعة الأزهر الشريف في العلوب الشرعية الجميع يعلم أن الأزهر يدرس المذاهب ليست المدارس المذاهب السنية فعلى الأقل تدرس سمانية مذاهب في الأزهر الشريف أربعة منها ينتمون إلى السنة الحنفية والملكية والشفية والحنابلة وأربعة لا تنتمي إلى المذهب السني وإنما تنتمي إلى الشيعة الشيعة ومذاهب أخرى كشيعة الزيدية والشيعة الإمامية طب هنا أنا الحقيقة كلام فضلتك ده خلاني أتوقف عند نقطة هو ده صح؟ يعني ربما من حيث المبدأ ومن حيث الفكرة العامة صح فكرة أننا عندنا من الرحابة بمكان أننا ندرس كل المناهج ندرس كل المناهج وكل الأفكار وكل النحل وكل الملل وكل المذاهب طب مش ربما فضلتك ده يكون يعني خير قصده به خير لكن نتيكته سيئة لتدريس بعض الملل والنحل ذهبت ببعض ضعاف العقول أو بعض ضعاف العلم إلى بعض الأفكار المنحرفة لا لا أبدا أنت تدرس وتعلم يعني تذكر الأدلة ولا تقول هذا مثل ذاك وإنما تذكر أدلة هذا وتذكر أدلة هذا وتبين بالحجة والبرهان بما ترى وبما تنتهجه أن هذا صحيح يتبع وأن هذا يحذر منه وهذا هو الذي يربي ملكة النقد ولذلك حتى بعض ما يجتزئونه من المناهج هو مقصود في المناهج لتنمية هذه الملكة أن يستطيع الدارس أن يحكم على الصحيح من الفاسد من الباطل من خلال دراسته ولذلك لا يمثل مشكلة للدارس الأزهري وإنما يمثل مشكلة لمن لا يعرف هذه الأصول وهذه الأغراض من القارب تنمية الأزهر على فكرة الحفظ والصم لا أبداً أعمال العقل والتفريق والسند كلية أصول الدين معظم المواد التي فيها تنتمي إلى المواد العقلية المنطق والفلسفة وحتى علم الكلام هي علوم تعتمد على الدليل العقلي في التوحيد مقدم على الدليل النقلي نتخاطب لأن جميع الناس لهم يقول وليس جميعهم يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالسنة ولذلك إذا استدل في علم التوحيد الطالب في علم التوحيد لو بدأ الاستدلال بالقرآن الكريم فمنهجه خطأ وإنما هو يستدل في البداية بالدليل العقلي فبعد أن يعترف من يستدل عليه بوجود الله عز وجل ينتقل يقول له قال الله تعالى وبعد أن يعترف بالله عز وجل ينتقل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المذاهب الفقهية وفي المذهب الواحد ما لا يحصى من الخلاف في المسائل الفرعية بين الشيخ وتلامزته ولذلك إذا جئت تطبيقا لهذا المناهج وحضرت اجتماعا لهيئة كبار العلماء أو مجمع البحوث الإسلامي أو المجلس الأعلى للأزهر يعني من لا يعرف هذه المناهج يظن أنه فور انتهاء الجلسة سيقوم شيخ الأزهر بفصل هذه القيادات التي توجد معه على الطاولة لأن وكيل الأزهر يعارضه في الرأي رئيس قطاع المعاهد له رأي ربما ليس هكذا ولكن هذا منهج معروف ومقبول وشيخ الأزهر آخر من يعبر عن رأيه في الجلسة ولا يفرضه على أحده مبتلس اسمح لي نتوقف للخروج إلى فاصل وإحنا خارجين الفاصل بنتابع معاكم لحظة بلحظة على الهواء مباشرة وصول الرئيس الصيني بصحبة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى معبة فيالة بالأقصر استعدادا لبداية الاحتفال الرسمي الذي تقيمه الدولة المصرية احتفاءا بضيفها الصيني الكبير وتدشينا لعام 2016 ليكون عام الثقافة المصرية الصينية واحتفالا أيضا بمرور 60 سنة على بداية العلاقات السياسية المصرية الصينية سترككم مع الأجواء الرائعة لمعبة فيالة والعلاقات المصرية الصينية فاصل ثم أعود وأستكمل حواري مع الدكتور عباس شوبان ترجمة نانسي قنقر ودي كمان في الجزء الأيمن من النافذة صور مباشرة لكاميرا الحاليوم زملائي في الحاليوم لانتقلوا مباشرة لموقع الحادث موجودين في منطقة الانفجار بمنطقة الهرم وتحديدا في المريوطية بجوار الشارع اللبيني عربيات الإسعاف وعربيات المطافق ورجال الدفاع المدني وقوات الشرطة اللي بتحاوط المكان علشان تحقيقات النيابة اللي هتبتدي تنزل ويهتحقق فيه الواقع عبدالله لحضراتكم الأحداث مباشرة سواء في الهرم أو في معبد فيالة بالأقصر فاصل مع الأحداث على الهواء ثم نعود ترجمة نانسي قنقر أهلا بحضراتكم عدنا من جديد على الهواء مباشرة في الحياة اليوم وكنا متابع لقطات من البث المباشر لكاميرا الحياة اليوم في منطقة الهرم مكان الانفجار وبرحل مرة تانية بضيفي العزيز فضيلة شيخ الدكتور عباس شمان فضيلة الدكتور عندما قام الرئيس عبدالتح سيسي في أحد خطبه بالدعوة إلى ما يسمى بتجديد الخطاب الديني أعتقد أن الأظهر بادر إلى الاستجابة لذلك مش بس تكليف كتكليف من الرئيس الجمهورية أعتقد أن هذا واجب شرعي أيضا فيما يتعلق به ضرورة التجديد في الخطاب الديني لمواجبة العصر ومواجبة المتطلبات أعتقد ده ده الفلسفة التي تقف وراء فكرة تجديد المناهج وتغييرها هو يعني كنت حضرتك سألت السؤال قبل هذا لماذا نجدد هل يعني التجديد أن ما عليه قطأ وإذا كان صحيحا لماذا نغيره الحقيقة أن الشريعة الإسلامية في مبدئها وجزء أصيل من مقوماتها هي عملية التجديد المتواصل والتجديد لم يبدأ ولم يبدأه الأظهر منذ سنة ولا منذ سنتين ولا حتى في العصر الحديث أنما التجديد صبع لازمة للشريعة الإسلامية وأول مجدد في الإسلام هو الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رجعنا إلى عصر الرسالة نجد أن هناك وقع كثيرة حدث فيها التجديد مثلا في البداية الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى الناس عن كتابة السنة النبوية وكان يقول لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمعي يشتبوا لأن الكتابة كانت تتم على جريد النخل وعلى العظام وعلى رقاع فيختلط بعضها ببعض والذي يتحدث بالقرآن هو الرسول والذي يتحدث بالسنة هو الرسول فخشية أن يختلط اللفظ القرآني مع اللفظ النبوي حين اطمأن إلى أن الصحابة هم أهل فصاحة وبيان يستطيعون التفريق بين اللفظ القرآني هو اللفظ النبوي أزن لهم بكتابة السل يرفض ثم يأزن هذا تيديد الرسول كان ينهى عن زيارة القبور ثم عاد فأزن بزيارة القبور كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروة هذا تيديد زيارة القبور ممنوعة لأنه في الجاهلية كان يقدس الميت الذي في القبر ويذهب إليه ربما مظهر من مظاهر العبادة فرفض ومنع النبي صلى الله عليه وسلم الناس في صدر الإسلام أن يذهبوا إلى زيارة القبور حين أعلمهم بما هي القبور وما هو الموت وماذا بعده والحياة الأخيرة وما يمكن أن يستفاد من القبور كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروة فإنها تذكر بالآخرة ويعني الإنسان يتعس فيها إلى هذا هو تيديد الرسول وضع لنا قاعدة وأعلمنا أنه يبعث على رأس كل مئة عام من يجدد لهذه الأمة دينها أو أمر دينها الرسول الذي قال هذا صلى الله عليه وسلم الأزهر يؤمن بضرورة التجديد ولكن الأزهر يفهم التجديد كما ينبغي أن يكون ما هو التجديد وما هو التبديد الذي يفعله الأزهر هو التجديد الذي يطلبه بعض الناس هو تبديد لا يمكن أن يفعله الأزهر الشريف خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي الأزهر فهمه على حقيقته ولذلك لم يجد أي غضادة ولم يتوقع ما تناوله الآخرون وكنت مع شيخ الأزهر بعد انتهاء هذا الخطاب وأسنع على الخطاب وعلى مطالبة الرئيس بالتجديد فعلا لم يفهمه أنه انتقاص من الأزهر أو اتهام للأزهر هذا هو دور الأزهر بالعكس فهم أنه يضع الآمال على الأزهر وأنه فهم من ذلك أن الوتيرة المطلوبة في عملية التجديد يجب أن تكون أسرع هذا ما فهمه شيخ الأزهر وما فهمناه من مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي السؤال هنا فضلت الدكتور من يقوم بالتجديد يعني البعض يقول أنه إذا كان العلماء والشيوخ الأزهر الذين تخرجوا بناء على هذه المناهج هم الذين يقومون بتجديدها تم هم خريجي هذه المناهج وهم أصحاب فكر هذه المناهج ففقدوا الشيء لا يعطيه لأنه هناك خطأ في الفهم أنه مسألة التجديد انقلاب على ما هو ليس هكذا وإنما كلما تطورت الأزمنة وتغيرت ثقافات الناس وجب على المناهج أو القائمين على المناهج أن يواكبوا حياة الناس حتى لا تكون المناهج والمقاررات منفصلة عن واقعهم والذي تعلم في الأزهر وتكون تكوينا صحيحا يفهم هذا ويفهم أنه حين يجدد فيحزف أو يضيف أو يعدل أو يغير حتى في الأحكام الموجودة لأن الأحكام كما ذكر الفقهاء أو الفتوى بما يطلق عنه الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص هذا ما يفهمه علماء الأزهر ولذلك هم لا يجدون غضغضة في أن يكون حكما في زمن ما صدر من الفقهاء العظام وأنه الآن لا يناسب الزمان ويجب معاودة الاجتهاد وهذا ما يفعله الأزهر الآن بقيادة شيخ الأزهر وقد ذكر في أكثر من كلمة له المسائل التي يجب أن يعاد النظر فيها شيخ الأزهر ذكر هذا في مؤتمر الإفتاء وذكره في مؤتمر الأوقاف في الأقصر وفي أكثر من مكان وحدد القضايا ويعمل عليها كبار العلماء الآن للاجتهاد في هذه المسائل التي فيها أحكام عن السابقين لكنها لم تصبح مواكبة للزمان وتحتاج إلى إعادة نظر واجتهاد ولكن من يجتهد إذن الوصف الأدق أولا هي تطوير المناهج وليس تغيير المناهج رقم اثنين هو تجديد وليس تبديد رقم ثلاثة هو محاولة مؤكبة العصر وقاليات العصر وأفكار العصر مش القضاء على أصول المناهج هذا هو الفرد الأزهر الشريف يقول أن هناك من القضايا ما يحتاج إلى إعادة نظر مع احترامنا لاجتهاد السابقين ولم يكن خطأا صحيح يعني حين نصدر حكما الآن لا نقول أن هذا الحكم اكتشفنا أنه خطأ أنت قلت سدنا النبي نفسه سدنا النبي نفسه وفي وقت قال أنه ما تروحوش للقبول نعم وبعد كده ما لقيت ظرف مناسب وثقافة الناس اختلفت سمح بيها كان مناسبا لزمان لم يصبح صحيح والسابقون نصوا على هذا في كتبهم وقالوا إنه من الضلال المبين التوقف عند حدود من تهينا إليه يعني إذا فتشنا في الكتب الآن وتوقفنا عندها وقلنا قال أبو حنيفة وقال مالك وقال الشفي رحمهم الله كذا فلا يجوز غيره وأفتينا الناس بهم قالوا إن هذا من الضلال المبين وأننا نضل الناس وإنما يجب علينا إذا تطاولت الأزمنة وأصبح الحكم بشرط أن يكون قابلا لمعاودة الاجتهاد فليست جميع الأحكام لا يستطيع الأزر أن يجتهد لأن حياة الناس أصبحت عملية في تخفيف الصلاوات فلتكن ثلاث أو صلاتين في اليوم أو أن الحج كما يقول بعضهم يكون في المقطة يعني هذا تخريف هذا تخريف هناك أحكام ثابتة وهي قليلة بالمناسبة هذه لا تقبل أبدا الاجتهاد لأنها محسومة بالنصوص القطعية لا اجتهاد مع النص فلا اجتهاد مع النص وهناك مسائل كثيرة جدا وهي ما تسمى بمسائل الفروع يجب أن يعاد النظر فيها وأن يجتهد فيها العلماء من آن إلى آخر ومن مكان إلى آخر والإمام الشافعي رضي الله عنه هو هو يعرف له القديم والجديد في الفقه القديم ما قاله في العراق والجديد من قديمه أو من جديده صحيح أنا وقت انتهى بس بجدد دعوتي لك دايما فضلت الدكتور أولا أنا بسعد باستضافتي لحضرتك ودايما بسعد بحواري مع فضلتك أنت قامة محترمة وممثل لقامة أكبر طبعا الأزهر الشريف الصالحي الكبير نفخر به بس بجدد دعوتي لفضلتك دايما وأرجو أن تنقلها كمان للدكتور أحمد الطي فضلت الإمام الأكبر أنا أريد أن تمارسوا قدرا من الحسم وأنت عارف مبدأي يا دكتور عباس يعني تمارسوا قدرا من الحسم والحزم لا قداسة للأزهر لكن لي الأزهر هيبة يجب الحفاظ عليها وإذا تهاونا في التطول على من يتطلع على الأزهر سقطت هيبة الأزهر وأنا لا أرضى من ذلك لا قداسة للأزهر والأزهر ليس فوق النقد والأزهر يرحب بالنقد ونظرتنا للتراث أن المقدس هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وأنه والرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا تقديس للأشخاص ولكن لهم كل الاحترام فرق بين التقديس وبين الاحترام والتقديس لهؤلاء العلماء الأجلاء وهذا فرق بين الأزهر الذي يعرف قدر العلماء وبين غيره ممن لا يعرفون قدر هؤلاء العلماء أنا كل بس طلبي العصى لمن عصى شرفتني يا دكتور شكرا شكرا جزيلا بشكر حضراتكم خلصت حلقة النهاردة بكرة حلقة جديدة من الحال اليوم أشوفكم فيها بكرة الجمعة حلقتنا الساعة 6 إن شاء الله في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر